مجلس إدارة الإسماعيلي بيكبر الكابتن محمود جابر على رحيل تلات لعيبة يعني فيه تلات لعيبة عقودهم هتخلص أحمد سمير فرج عبدالله الشحات المعتاصم سالم وفيه كده نية داخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي اللي هما ما يجددوش التعاقد مع التلات لعيبة دول فيه يعني فيه كلام كده والله أعلم الكلام يعني بنسبة كبيرة صحة ولا مش صح إن هم التلاتة يتجمدوا ما يلعبوش أو ما يشاركوش مع النادي الإسماعيلي في المتشاط اللي جاية وإحنا فعلا المتشاط اللي فاتت ما شفناش المعتاصم سالم ما شفناش عبدالله الشحات كتير أحمد سمير فرج كان بينزل في الشرط التاني دايما على أساس إن هم يدوا الفرصة للعيبة يكونوا محتاجينها في الفترة اللي جاية وفي نفس الوقت إحنا عارفين برضو إن أحمد سمير فرج عنده مفاوضات مع النادي الأهلي فممكن ينتقل في مركز طبعا الزهير الأيصر دايما بيبقى فيه مشاكل في النادي الأهلي ودايما مستر مانو الجوزي بيبقى الموضوع ده صداع في دماغه لكن دلوقتي فيه ثلاثة في مركز الزهير الأيصر في النادي الأهلي سيد معوض أحمد شديد إيناوي وأيمن أشرف اللعب الشاب مش عارف يعني معرفش هل أحمد سمير فرج ممكن ينضم الأهلي معرفش